الناس الزمان كانت بتتعامل مع الطلاق على أنه موضوع بسيط يعني إحنا دلوقتي لما واحدة تكون متطلقة بتواجه صعوبة كبيرة جدا أنها تبدأ حياة جديدة ده برضو من الحاجات اللي لازم المجتمع يتعامل معاها بشكل مختلف تماما ونبتدي نرجع تاني أن مطلقة دي واحدة مرت بتجربة مش مظبوطة في حياتها سواء بقى سوء اختيار سواء إن الشريك التاني كان فعلا لا يحتمل أي حاجة على فكرة يا أحمد أنا بشوف العكس يعني معلش لا تفضلي تعرف دايما أنه إحنا هنا بنتكلم طبعا طبعا أنا بشوف العكس يعني دايما المجتمع يقولك المطلقات المطلقة لا خالص بس هي القصة القصة بتخضي لما بلاقي راجل وسيم غني بيته موجود كل حاجة موجودة سواء بش عايزة تجاوز عايزة تجاوز هيا نرجع للقصة بتاعت إنه الخوف من بداية حياة جديدة خوف من تغيير نمط الحياة وبرضو إنه يجهل إن اللي هو فيه ده غلط عالمدى البعيد هو ده بيكتشف خطأ وبس بيبقى خلاص فات الأوان فأنا عايش معايا فلوسي ومعايا حاجتي معايا الكلام ده كله طبعا إيه اللي نقصك؟ اللي نقصه إنه هو يكون عارف إنه لازم يتجاوز إنه صح إنه لازم يتجاوز ولازم نخوفهم من الناس دي على فكرة بيعيش حياته كلها يعني بيتنطط هنا وهنا وحقيقي أنا بشوف الناس بتعايت دلوقتي اللي هو دخل في الخمسين ولا تجاوز ولا خلف فبقى يشوف فلاد صحابه بيتجاوز وبيحضر أفراح فلاد صحابه فيبص كده يقول كان زمان عندي ابني دلوقتي عريس فقوعوا تفتكروا إن دي شطارة ولا فهلاوة هيجيلك يوم وهتندم والموتفز والخدع والحاجات اللي كانت بتوهمه وهو صغير راحت لأنه كبر سنه كبر فبقى فوجئ إنه هو وجها اللي وجه مع الحقيقة واختياراته اختلفت بقى كان الأول بيقعد يختاره ويتنك ويقول آه دي ولا قدي صغيرة صح يا أحمد؟ صح يا أحمد؟